في المغرب مشاهدين لا شعور يعلو على شعور التضامن بين أبناء الوطن الواحد لا نجوة لا حديث بين اثنين إلا عن ضحايا الزلزال أو طريقة إرسال المساعدات لكن إلى جانب ذلك كان هناك من راكب موجة الكارثة الإنسانية التي خلفها الزلزال لزيادة عداد المشاهدات وحاول استغلال فتيات قاصرات بصورة بشعة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت مقاطع فيديو وصور مشينة لأشخاص ظهروا وهم ينتهكون حرمة ضحايا الزلزال زلزال الحوز المدمر إلى حد أن بعضهم دعا إلى التشجيع على القدوم إلى المنطقة والزواج بالفتيات القاصرات بحجة أنهن غير مكلفات اقتصاديا وأظهرت بعض المقاطع أحد الشبان وهو يلتقط صورا مع قاصرات ويسألهم أما إذا كنا يتقن الأعمال المنزلية أقولها بالدارجة المغربية هذه المقاطع المشاهدين أثرت حالة من الغضب لدى المغاربة وفورا دخلت السلطات الأمنية المغربية على الخط وشنت حملات أمنية للتصدي لمروج هذا المحتوى وتمكن أفراد المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية من توقيف طالب في أحد المعاهد الجامعية للاشتباه في تورطه في نشر ذلك المحتوى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب غضبوا من الفيديوهات ووصفوا هذه السلوكيات بالمشينة وتحت هاشتاغ بنات القرية خط أحمر نشط نشطاء دعوات من أجل حماية أطفال المغرب من الاستغلال والداء إلى النياب العامة وإلى الجمعيات الحقوقية وإلى كل مؤسسات الوطنية اللي نفروه أنها تدافع وتحمي الطفولة دوركم تحمي ولدات المغربة اللي كيتعرضوا للتشهير وكيتعرضوا لبعض السلوكات غير المقبولة دوركم وازيبكم الله يجزيكم بخير حولوا ما أمكن أنكم تردوا البل لبناتكم ما تخليوش لبنات بوحدهم من اللي تمشي والشي دور أنكم تقدموا فيها مساعدة تحاولوا ما أمكن أنكم تكلفوا واحد المجموعة لأنها تحاول أنه تحمي هذه البنات تحميهم ما تخلي تشي وحده أنه يوصل لهم احتراكين الناس اللي ما يخافوش الله أرجو أن تجد هذه النداءات آذانا صاغية هنا مثلا المدوينة ريمة بن شعبان طالبت المجتمع المدني في المغرب بإيقافهم وعاقبة المقلمين على استغلال الأطفال في أي كارثة ومن يخطر ببالهم تزويج قاصرات أما الناشطة إقبال بفوس فتقول في هذه التغريدة من الضروري في هذه الأوقات وهذه الظروف الخاصة تقديم الدعم النفس للفتيات القاصرات بدلا من تزويجهم وتقول إصلاح الطيب أنه حتى الآن تمكنت الشرطة المغربية من القبض على أحد المتهمين باستغلال الفتيات من المتضررين من الزلزال وبعضهم أغلق صفحاته على الفيسبوك لتموي الشرطة وتضليل العدالة لذلك تقول أو تطالب بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتشهير أو التعدي على خصوصية وكرامة وقدسية أطفال أبرياء وقصر حسب تعبيرها نذكر مشاهدين أن الفصل التاسع عشر من مدونة الأسرة المغربية المتبنات منذ عام 2004 يحضر ويمنع زواج الفتيات التي تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً هنا نرى فتيات في الحادي عشر وعشر سنوات بأس أطفال